وما ظانوا أقبل بعد طول غيابي ففرحت فيه مهنئا أحبابي دخلوا كلهم الأصل لقوا الحاجة كريمة وقفة بتتكلم في التليفون وأول ما شفتهم الحاجة كريمة قالت أحي إيشة أحي خدي يا ابنائتي أمرت خالك على التليفون واخدت حسناء التليفون وحطتوا على ودنها وقالت أيوة يا خالة فهيم أيوة يا ابنائتي أنت قلت لي ما هتأخرش جلقتين عليك ما عليش يا خالة فهيم ما كنت شعرف أن هتأخرك دي وإنت حتيجي إمتى يا ابنائتي ولا هتقعودي عنديك حسناء بصيطل من تحت التحت وقالت أنا ما عرفش هقدر أجد الوقتي ولا لا سليم بصيلها ولاها لو عاوزة تروحي بيت خالك أنا حوصلك بصيت له حسناء بصدمة وقالت لا أنا حقعد إهنيه معنا بلا يومين لحد ما ترتاح ماشي يا ابنائتي خدي خالك معاك عاوز يتطمن معاك وهنا سمع الصوت خالها قال لها ولما أنت راعدة ترجعي بيتدوقينا معاك إليه قالت له حسناء يا خالي الموضوع مش كدي أنا بس أطحة صوت رجل وقال بص يا ابنائتي أنا حقول لك كلمة الجواز مش لعبة أنت مانتيش عائلة فقاريزين أنت عاوزة إيه ولو عاوزة تقعد عندي يبقي تيجي هنا ضيفة ولو مش حابة تيجي وما فيش رجوع أنا ما حبش دلع الحريم الماسخ دي حاضر يا خالي وقفلت مع خالها وليت الكل ببصي ليها بصمت قطع الصمت ده صوت كريمة وهي بتقول كنت فان يا ولدي كنا عند الدكتورة حكمة قبل ياسري يا أم مش دي دكتورة النساء أعين نبيلة كانت تكشف هناك وقالت لكم آي العائلة بخير ما فيش وقبل ما نبيلة تكلم قطعها سليمه هو بقول ربنا ما رأيتش المرة دي يا أم ردت كريمة بكل حزن وقالت لا حول ولا قوات إلا بالله ما تزعليش يا ابنتي مدام شلدي ربنا حيكرمك براي نبيلة كانت مصدومة من اللي قاله وكانت مش متوقعة انه يعمل كده هي فعلا مش كانت قادرة تستطيع ان هي تنكر شعورها بالفرحة لانه ما خبرش والدته بان هي مش كانت حامل أصلي يلا يا نبيلة عشان تطلع ترتاحي وقرب سليم من نبيلة وصندها وطلحها نبيلة يمكن ما كانتش تعبانة جسدية بس أمالة ومحطة اللي تحطمت وأحلامها اللي تدمرت في لحظة كانت هي اللي قسروها أما حسناي حسنت بنقضة قوية وانه هو مقرب من نبيلة وانه هو مسائل بيها ما فقتش من اللي هي فيه غير على صوت الحاجة كريمة وهي بتقول لها ما لك يا ابنتي فيك حاجة؟ ولا حاجة أنا زينة يا حاجة الحاجة كريمة بصت له وقالت لها تعالي يا ابنتي أنا رائد يتحدث معاك ما تفضلي يا حاجة أكيد ما حينفعش وإحنا وقفينك دي تعالي نقعد وقعدت الحاجة كريمة هي وحسناي وبصت لها الحاجة كريمة وقالت أنت لي يا ابنتي رائد الطلاب بلعت رئة وبصت في الأرض وما قدرتش ترد بصت لها الحاجة كريمة وقالت أنت تغصابت على الجوازة دي يا ابنتي فرقت حسناي في يديها بتوطر وقالت وهي حتى وشها في الأرض أنا اللي حصيت أني أنت غصبتوا علي وقلت لخالي أنه مش عايزني وأنه مش عايز الجوازة دي بس هو قال لي أنه وافق وأنه ما حيغيرش كلامه يعني أنت كنت موافق لغاية ما حسيت أنه سليم مش موافق هزت راسة بالدليل على موافقة كلامها من غير ما تتكلم في آلة الحاجة كريمة بص يا ابنتي سليم ما كانش موافق إنه يجاوز بس ما كناش حنقدملي غير لما ناخد موافقته يعني قبل ما نجيليك نبيلة حددته وهو وافق وبهدلت لي وكل اللي شوفته مني يا حاجة ما أنت اللي برضو لصانك طويل طول النهر وحتلاقيك بالجرجرية بنتجميلة ابتسمت لي يا حسناء وحطت راسها في الأرض بخجر وما تكلمتش فابتسمت الحاجة كريمة واتكلمت وخفصة وقالت يعني حديث صح هو اللي بعصب لما بيتحدث ويقول إن جليلت الحاية خلاص لما تلاقي نفسك عتغلطي روحي على قط الكلام دي ما عادش منه عازم احنا اتفاجنا على الطلق يا موري طلقي يا ابنتي يا عجالك دي وما تفكرش في الطلق ده وانا بس سليم قالوا انه حيبعت لعمي وحيطلجني سليم لو طلقك هتبجي انت السبب وانتو الاتنين هتندام ووقفت الحاجة كريمة من مكانها وقالت انا حطلع ارتاح دلوقتي وانت فكار في حديثي على روجانك دي وتلعت الحاجة كريمة على وضطها اما حسناء ما كانتش عارفة ليه كلامها أثر فيها قوي وكايت حاسة ان هي فعلا وانطانا عايزة تتراجع عن قراره بس كبرياءها هو اللي مناحها وقامت حسناء تطلع وهي مقرارة ان هي تروح تتطمن على نبيله وفي قوضة نبيله كان قاعد سليم حضنها وهي كانت عمالة طاية سليم كان بحاول يهديها وان لها قلاص يا نبيله كل ده ماشيت ربنا وربنا رايدك دي انا كنت فرحانة قوي يا سليم كنت فرحانة ان ربنا حيرزقني بحيط تعايد منك يا سليم اعتبريني ابنك يا ستي مش احنا متفجين عليك دي هتعمل زي حسناء هي جلاتلك دي جلاتلك اي جلاتلي اعتبريني ابنتك من يتيمة خلاص يا ستي كان نفسك في حتة عين ربنا كرمك بتناي وقفت نبيله وابتسمت ابتسامة كلها قصرة وقالت ربنا يخلك لي يا سليم انا محقدرش عيش من غير واني محقدرش عيش من غيرك يا نبيله انا ميهمنيش تخلفي ولا لا نبيله بصت له في عينيه وبعدت عنه شوية وقالت له وحسناء سليم بص في الارض وقال بتوتر مالها حسناء هتقدر تعيش من غيرها قال سليم بغضب ومعيش من غيرها لعي يعني انت ما هتحبهاش يا سليم حب الكلام فارغ دعايله ولصانها طويل كمان يعني هتطلقها يا سليم سليم وهو بيبل عريقه ايوه هتطلقه بصت له نبيله وقالت له بصاني متأكدة انك بتحبها وهي كمان بتحبك كفاياك حديد في الموضوع دي يا نبيله وارتعح ما تسبنيش يا سليم وخليني جامع انا جامعك ومش حسيبك مهما حصل وبعد كده غمضت نبيله عنيها وحطت راسها على سدر سليم وراحت في نوم سادي كان هو مبصلها وعمال يفكر في القرار اللي واخده يا ترى صح ولا لأ وقال جواه ايوه صح هي عايزة تطلق ومشان اللي اخصب على حرمة تقعد معاي حتى لو كنت بحبه او بعشجه سمع سليم خطط على الباب فحط راس نبيله بالروح على المخد وقام من جره علشان يفتح الباب وفتح سليم الباب ولاقاها بتبص ليه يعنيهم متعلقوا ببعض من جير ما يتكلموا لحظات كانت يعنيها بس هي اللي بتتكلم بتعلن على اللي كل واحد عايزه كان كل واحد بقول اللي جواه يعنيهم كانت بتبص البعض وبتقيموا قساميهم من جير كلام وهن قطع هذا الصمت وقالت بصوتها المضطرب والمرتجس هي يا نبيله نامت رد عليها سليم بصوت مبحوح وقال ايوه نامت انا كنت بس عايزة تطمن عليها هي بخير الحمد لله طي انا اصفا نصحيتك رد عليها سليم بسرعة وقال لا انا ما كنتش ناي ردت علي بكل صوت متوتر وقالت طي انا حسيبك دلوقتي خليك جارها وكانت هتمشي بس قبل ما تنزل السلالة سليم مسك اديها وقالها وهو ببص لعنيها هتخليكي هنا النهاردة ما ردتش عليه بس اهزت له راسها بالموافقة من غير ما تتكالي ابتسم ابتسامة صغيرة وهي كمان ردت له وبدلت له بنفس الابتسام وقعدوا يبص البعض بعد كده بصت عينيها في الارض بعيني هناك اللي كان كلها شوق ليها وقالت له بعد ايسنا ونزلت وراحت على القودة اللي هو نقلها ليها النهاردة الصبح اما هو فضل واي في بص الخطواته لحد ما اختفت من قدامه ودخل قدته علشان يحاول ينام ولحد هنا احلم تبعين في الدنيا دي كلها تكون انتهت حالاته تفتكروا معي ايه اللي هيحسك ويا ترى حسناء هتسمع كلامي لحاجة كريمة وهتبطر تقول لي سليم على حكاية الطلاق طب تفتكروا سليم ممكن فعلا يقدر يطلق حسناء لو هي اصرت ولا لا لستنية رأيكم في التعليقات واتمنى الحلقة تكون عجبتكم واذا عجبتكم لا تنسوني باللايك ولا اشتراكوا في القناة وتفعيل الجرس